صالي كيب معكم بسرعة قادر في نفس الفيديو جبت كلفة الفيديو لكيب كما تعرفوا كنت نبحثك في اليوتيوب طالع نازل قيت واحد المغربية تشتم حافي الدراجي وتشتم الجزائريين وتشتم الشوائداء الجزائريين نعم لكيب قبل ما نمشون تفرجوا الفيديو اضعوا لايك و اضعوا فيديو في كل مكان و اضعوا فيديو مع اصحابك اضعوا فيديو في غروبات فيسبوك و يلا بنا للفيديو و بلا ما اطول عليكم يلا بنا لكيب و انا طالع هابط في اليوتيوب و الفيديو كما تعرفوا طلع لي واحد الفيديو انه هو مغربية نعم تشتم حافي الدراجي وتشتم الجزائريين وتشتم الشوائداء الجزائر كما تعرفون كيب هدي بعد ما قام المعلق حافي الدراجي بتنزيل بوست على التويتر قال لا نريد فتح الحدود و هاكمشته اقلب الجزائريين شاف الفيديو جاءت هاد المغربية ايه كان سميت اه حافيض متاعنا اه كلمات برقدش نقولها كيما حيوان داك داك انا هذي يسموها حشرة نعم اذا لم تكن حشرة و ما كانت شه و مرخيصة ما تقولش اذاك الكلام الفاحش على قناتها في اليوتيوب يتبعها مليون مليون مشترك يتبعها وتقول كلام الفاحش على قناتها امام جميع المتابعين ما تختار المتابعين اذا لم تكن ترخيصها هي ما تقولش ذلك الكلام و حافي الدراجي كبيرة لها و الجزائر كبيرة لها و شو ادانة كبيرة لها شوفوا كيف الفيديو في بداية فيديوه شوفوا وش قالت على حافيض دراجي لان اطلق الحيوان أنا لا أستطيع انسمي الحيوان لان هو لا تعتبر من الكائنات الحيوانية لأن الحيوانات لديهم قانون في حياتهم يديرها و سوق كرهم هذا هو خانز المنصخ مشرق لم يكن اعرف انه يوجد مع المغرب المغرب و او حنجورة هذا السيد هذي جزائري لكن لم اعرفت أن هذا الخانز المنصخ ايضا عن الحافية ايضا عن الحافية ايضا عن الحافية ككائن حشري بشري لا يوجد حق تهدر لأنك مكسكن في قاطر عندما كنت كتبت للجزائر ستتحارب في بلادك بعد ذلك الجالية الأوروبية عايشين في أوروبا لا نفوت بلادنا نتيجة المستخيل 5 كيلو نتابعوك بجود ريال هذه القناة التي تقدم فيها الخريوات التي تتخريبهم للناس هذه القناة التي تتخريبهم فيها أصلاً لم تكن اسمتها او اي بي بي سي أظن أنت تتخريبهم ترون كيف أكبر هناك كيف قالت هذه الرخيصة ترون كيف قالت ثاني كيف أكبر نحوز هذه القناة التي تتخريبها التي تقول أن المغرب يدروا عقد مع الياهود أولاً أنك ليس لشغل الزمن الذي يددك يدف سوق أمك ثانياً هذه القناة التي تتخريبها هي المستخرة الأسهم لها كل الشرين أو هي المستخرة الأسهم وهو حمار المسخ والفاقر وحقر 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 والمغرب وحقر المغرب هل يمكن أن يشغل أمك وحقر وكأن أخبك أليس أن نقول انا توحت في جزائر مناد قل هاد الهضراء اللي ماشي في المستوى من غير كنت يا الحاقر يا الخانز يا المعفون يا المغبون اللي كتسب بعد ما شتوا ليكيب بالفيديو واشقالت على حافظ راشي في البداية نعم وصفت حافظ راشي بان فرنسا وابن ما نعرفشنو الى اخرى كمان راح نشوفه بالفيديوهات اللي راح نحط لكم وصفت حافظ بكلام ما نقدرش نقوله عليا كجزائري ما نقدرش نقوله ابدا على الموالك حافظ راشي وكانت طيح في الهضراء وتقول كلام فاحش الرجال وما يقولوش كما تعرفوا لكيب وقالت باللي حافظ راشي ابن فرنسا ونحشوف شوفوا لكيب اذا كنا احنا يا ساكم تسمو فينا ابناء فرنسا الى اخرى احنا الدولة الوحيدة اللي ما طبعتش مع الكيان الصهيوني احنا ماذا نقولوا عنكم انتم ما طبعتم مع اسرائيل نقولوا عليكم مولاد اسرائيل نقولوا عليكم مولاد الصهاينة ماذا نقول عليكم يا رحم بابا اذا كنتم تسمو فينا اولاد فرنسا الى اخرى ذلك الكلام نقولوا ان احنا ماذا نسموكم ابناء الصهاينة ابناء اليهود ماذا نسموكم خان الامانة الدولة الوحيدة اللي ما طبعتش مع اسرائيل هي الجزائر واذا نسمو من تيار الخانزة ورخيصة كمين تيار كبار عليك والجزائر كبيرة عليك وحافي الدراجة كبيرة عليك وحافي الدراجة مؤلقة كبيرة عليك نعم قال لكم لا نريد فتح الحدود نعم لا نريد فتح الحدود من يطبع مع اسرائيل اذا كنت عربي وعندك الشجاعة وتفتخر بعروبيتك واسلامك ودينك ما تطبعش مع دولة تقتل ابرياء في فلسطين تقتل الصغار في فلسطين تقتل النساء دولة لا يمكن ابدا تستعامل بوحوش مع الفلسطين لا يمكنك تطبع معها انت كدولة مسلمة عربية لا يمكنك تطبع مع دولة يهودية ونحن كجزائريين مع فلسطين ظالمة او مظلومة وانت وفي نهاية الفيديو نعود ونقول انت اللي درتي الفيديو انت بالنسبة لي الخيسة لواحد درجة انك قلت ابناء الجزائري انهم مولاد فرنسا وانتما ماذا نقول عنكم ابناء اسرائيل ابناء اليهود ابناء الصهينا ماذا او ماذا نقول عنكم حفيد درجة حط بوست قال لا نريد فتح الحدود نعم لا نريد فتح حدود مع دولة الطبع مع الكيان الصهيوني ابدا لا يمكن فتح حدود ولا نريد اي فتح حدود لكيب وصلنا الى انت فيديو اذا اجبك من الفيديو بارتاج فيديو كما كان واتسات بارتاج فيديو مع اصحابك في انستغرام ميسان جار واتساب في كل مكان بارتاج فيديو خلي الفيديو يشوفه كل المشاهدين وكل اصحابك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة